خلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة نفت وزارة الصحة والسكان هذه الأنباء نفيا قاطعا مؤكدة أنه لا صحة لتغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة مشددة على استمرار استخراج هذه القرارات بنفس الخطوات اجتمع ضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني بعدد من قادة المنظمات الحكومية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان يأتي ذلك في إطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية وأكد المنصق العام أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لهذا الحوار بناء على الخروج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها أكدت وزارة الصحة أنه تم تنظيم 2068 ندوة توعوية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالفيوم منها التسعين ندوة خلال عمل القوافل العلاجية التابعة لمدرية الفيوم ونظمت تمن ندوات بالتعاون مع المركز الاستكشافي بشأن الأمراض المنقولة بالدم وأمراض سوء التغذية وأضرار التدخين وأضرار الهواتف الذكية بالإضافة إلى 50 ندوة بمدارس التربية والتعليم وندوتين بكلية الخدمة الاجتماعية عن الإسعافات الأولية تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستفادة من الاحتياط اليومي بالشبكة القومية للكهرباء المصرية وتصديرها للخارج من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي ومن بينها مشروع الربط بين مصر وقبرص واليونان الذي يعتبر أول محطات نقل الطاقة لأوروبا بالإضافة إلى التشاور مع إيطاليا لربط البلدين كهربائيا وذلك في إطار خطة الدولة للتحول إلى محور عالمي للطاقة بعد أن أصبحت الشبكة القومية للكهرباء بالقوة والجودة التي تسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائي لتصبح ممر هام لنقل الكهرباء من أفريقيا إلى أوروبا واجهت مصر خلال السنوات الماضية ظاهرة من أخطر ظواهر التي تؤثر سلبا على المجتمع وهي ظاهرة الشائعات التي تمثل خطورة واضحة على الأمن القومي بيشرفنا في استوديو الكاتب الصحفي الأستاذ ياسين غلاب نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي هنتكلم عن خطورة الشائعات وأيضا المصادر الموثوق منها التي يجب على المواطن المصري أن يلجأ إليها ويعتبرها بالفعل هي المرجعية الأولى والأساسية للحصول على المعلومة الصديقة أهلا بك فاندم معينا أهلا بك ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير الله أكرم كلمني يا فاندم عن هذا التحدي وهذه الخطورة التي تواجه الدولة المصرية والشعب المصري وهي ظاهرة الشائعات إيه هدفها في البداية وإيه مصدر هذه الشائعات في الغالب بتكون فين بسم الله الرحمن الرحيم الشائعات قديمة قدم التاريخ وكل الحضارات تقريبا استخدمت هذه الإشاعات في تنفيذ أغراضها الشائعات ما أصبحتش مجرد أدوات بسيطة أصبحت يدخل فيها علوم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الأعصاب وكل ما يتعلق بالاستحواز وإدارة والتحكم في العقل البشر أصبحت الإشاعات دي فيها نوعين فيه إشاعات مباشرة وفيه إشاعات غير مباشرة فيه إشاعات حسب مصدرها فردية شخصية فئوية جماعية قومية وفيه على حسب الوظيفة فالموضوع بتاع إشاعات كبير لكن خلينا نتكلم في الإشاعات أو علم الإشاعات أو الاستخدام الممنهج للشائعات في الوقت الحاضر الشائعات حاليا لها عاملة زي لها تركيبة كده زي التمهيد اللي بيستخدمها في الحروب هي عنوان عريض للحرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى طب يعني معنى الكلام ده إيه؟ الإشاعة لما بتمشي أو لما بتطلق صاحبها لازم يبقى أصلا مهيئ لها بيئة زي التمهيد النيراني كده في الحروب فده بيتعمل عن طريق حاجة اسمها الهندسة الاجتماعية إن أنا أعمل إشاعة اندفاعية أو أعمل إشاعة حبيئة أو بطيئة أو أعمل إشاعة غطسة اللي هي تمشي فترة وتختفي وبعدين تظهر بعد كده الهندسة الاجتماعية دي إن أنا أعمل حاجات وسيب ردود أفعالها وبعدين أعيس ردود الأفعال للناس وبعد كده أطور فيها وغالبا ما يكون الطرف اللي بيدرس الموضوع ده لطرف الداخل يعني لي عارف طبائع الناس وسلوكهم وردود أفعالهم على هذه الإشاعات نخلص من الهندسة الاجتماعية بقى طبعا بما إنه الشائعة دلوقتي ما أصبحتش تاخد وقت كبير لأنه أنا حس بسرعة عبدان قاسم دلوقتي عندنا تطبيق واتساب الإنترنت السوشيال ميديا في ثانية أو في ساعات معدودة يمكن أن ترف الإشاعة إلى خارج حدود الدولة والعالم الآخر طيب لما أنا أعملت الهندسة الاجتماعية دي بعد كده بحاول أجزب الناس ناحيتها وهي دايما غير مرموسة وغير مرئية نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوار عد حاليا بتصنف في جميع دول عالم بالحرب الجيل الرابع بحروب الجيل الرابع والخامس كمان لأن الشائعات لها دور كبير النهاردة النهاردة أنت لا عزة تهديم دولة ممكن تقطق إشاعة بدل ما تحرك الجيوش وطيارات وتكلف نفسك لا مجرد إشاعة تغزيها وتنميها طبعا ده شفنا حصل في بعض السوارات الرابعة العربية بعض الدول العربية عندما قامت بعض السوارات وفجئنا بعد ذلك بنظمة تقطق لها واطلق بعض الشائعات اللي بتقدر الأمن العام سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والأمني دي بتبقى شرارة بتحرك الناس طبعا للأسف فطبعا تقدر أن هي تدمر لك الدنيا من خلال التزاورات من خلال الإضرابات الحاجات دي كلها بتأثر أكتر من الحروب وأكتر من الرصاصة لها الشائعات دلوقت شيء الناس بها عندها فهم وعندها وعش يعني لو طلعت مثلا شائعة إن هي بتقول الصبح مثلا ما فيش رز الصبح ما فيش سكر ده الصبح مثلا المترو عتل أي أشاعة الشباب اللي في الجامعة الحكومة جامعات كلها تبقى بمصرفات مثلا مش هيبقى فيه جامعات مثلا زي أي أشائعة بتحصل دلوقت شيء الناس عندها وعين بيدخل برضو بيتأكد منها وبيشوف بس الشائع ساعت بتهدم مجتمع رجعنا محضراتكم مرة تانية لازال مع نوماكم الكتب الصحفي ياسين غلاب نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي ولازال حوارنا عن مخاطر الشائعات وكيفية الوقاية منها والتنبؤ بها ومحاولة عدم الاشتراك في نشر هذه الشائعات من المواطن المصري أهلا بك فاندم معنا مرة تانية دور المواطن المصري باقي فاندم في التصدي لهذه الظاهرة ظاهرة الشائعات ولا يكون عنصر فاعل في تروجها علشان نقلي دور المواطن معنا لأنه في الوضع الحالي أصبحت المعلومات متاحة للجميع فلابد أن يكون هناك مسافة قريبة بين الإعلام وبين المواطن وبين كل أجهزة الدولة نشركه في العملية نشركه العملية ازاي؟ لازم ليش راح نشعادي زي ما قال التقرير إن هي قديمة والكلام ده موجود وإنه موجود حتى مست رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عملوا إشاعة إنه أسلموا أهل مكة وفالحابتول اللي هاجروا الحبشة رجعوا لما عملوا إشاعة نموات الرسول في غزوة أحد ولما عملوا غزوة بن المصطلق وحادثة الإفك الشهيرة وحتى حم المدينة قال لك ده المدينة فيها حم فالناس المسلمين اللي في المدينة تعبوا مع أنه ما كانش يعني كان مجتمع مدينة كان كله موجود في مجتمع مدني زي دلوقتي يعني فالاستهداف ده موجود طب أنا عايز أقول له إحنا أصلا إنت مين؟ زي ما قال التقرير سواء الدين عندنا بيقوله الدين أول حاجة بقولك تثبت إن جاءكم فسقوا بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة لا ده المرجفين دول فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم المرض والمرجفين لنغيانك بهم ثم لا يجاورونك فيها قليلة لعنوا وقتلوا تقرير يعني موضوع كبير جدا ده على الجانب الجيني اللي هو يربط ما بين الإشاعة والتأصيل اللي موجود واللي ممس سقفتي واللي ممس وجودي طب أنا لا أنا عايز أقول له هو نفسه مصلحته هو إزاي يكتشف الإشاعة اعرف مصدرها مين اتعب شوية شوف الكلام ده جاي منين الرسول على السلام حديث جميل كده بيقول لك إيه بئسة مطية الرجل زعم قالوا اللي هي قالوا له اللي بنسمعه في الحاجات أما أنت عارف الكلام ده أما أنت شوف في مصدرها القاعدة بتقول إذا استطعت أن تكشف مصدر الإشاعة فهذا الكشف كفيل بقتلها أصلا لكن إشاعات بتتوارد طب أنت ببسطش في دماغك أو عقلك أوعى أنه إشاعات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ومش إشاع واحدة والدين ولا تهدد ألاف الإشاعات شغالة ما وقفكش ده ما خلاكش تنتبه ده ولا هو جزء داخلي عندك لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى تصديق اللي بيسق فيه فحد جنبه قال له آه قد بيقوله كذا 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 صدق من غير يا عم بتصدق ليه بص وشوف تسبت التسبت معناه أنك تشوف المصدر تشوف الهدف بتاع الإشاعات راح فين جاي منين آه هدفه إيه زي ما قلنا آآ طيب أو أنا معرفتش في ده ده رقم واحد روح لمصدر رسمي موسوق به تقدر تتخانق معه بعد كده يعني أنا لو قلت مثلا آآ وزارة الإسكان عملت آآ شوء مش عارف فين أروح على موقع وزارة الإسكان أروح على قناة تلفزيونية من التلفزيون المصري أو من كل قنوات التلفزيون أروح للصحافة آآ آآ اللي هي لقيها موجودة تصل بالتلفون أعرف لا بالعكس كمان ده إنتا لو ما عرفتش أقف من لم يقل آآ فليقل خيرا أو إيه ليصم بعزل نعيد قراءة ترسنا ونعيد قراءة الحاجات بتاعتنا معناها إيه ما إنتا لو ما صمتش الفتنة هنا أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل ده الفتنة أحيانا بتضرب مجتمع ودولة كما تخيلي حد ينوق بزن بمجتمع بكامل علشان مجرد رد ما هو الإجاعة أنت ليه تفترض الأمانة في اللي أنت بتسمعه ده أنت أصلا مش عارفه هو مين ده إحنا دي باتي عندنا أدوات للزكاء الصناعي هي اللي بتعمل الكلام ده برامج معينة أشخاص يعني متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأعصاب وكل ما يرتبق دي حرب اسمها تطوير لحرب المعرفة زي ما الرجل اللي تضيف آلن وما أصبحتش في تكلفة طيران وقتال وبتاله خلاص ده الناس الكبار مش عايزين يشتغل ويحربوا بدمهم لا عايزين هما وقعدين يخلوك تيجي نحيتهم إما تيجي نحيتهم وسيطروا عليك بده لأنك أنت وضعك ما هو لما يحصل إنهاك وإجهاد تتفتت قوى الدولة يحدث ارتباك لصحب القرار فأنت مش داخل في طريق التنمية التنمية هتعاق عشان كده ربنا قال يعلم الله المعورخين منكم طب ما عندنا هو ولا يأتون البأس إلا قليلا البأس هنا في الحرب لا مش بالحرب بس ده بالعكس جهاد النفس وجهاد التنمية أكبر من جهاد القتال فنشوف الحاجات دي نربط ما بين اللي بنفهمه واللي عارفينه وما بين اللي موجود فالموجود يقول لي دلوقتي آه استخدم شكل مختلف استخدم أسليم مختلف أصبح الناس يقول لك آله فيسبوك بيقول ده الموقع الفلاني بيقول طب انت عارف الموقع ده مين؟ من اللي بيموله؟ من اللي بيشتغل فيه؟ طب ما انت تبعد ليه؟ عشان كده مشكلة الإعلام عليها مشكلة كبيرة جدا إنه هو لازم يكتزب الناس تاني بعد ما تم اختطافهم منه بفعل فاعل إنه نحن قلنا إنه في مرحلة تمهيد نيراني تمت في الفترة اللي فاتت دي قبل لصرات الربيع العربي عن طريق ما يسمى بهندسة الاجتماعية اللي هي سوشال انجينيري فجهزوا فانت لازم تستفيدوا أو ترجعوا تاني ترجعوا تاني فلازم تبزي المجهود معين لإنه الإشاعة درها ربما يكون أو مساوي لدر الإعلام كله والصحافة صحيح توقف مع حضرتك مرة تانية نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوار الإشاعة سبعة أحرف كلمة من سبعة أحرف لكن مضمونها كفيل بالهلاك إذا أخذ الناس بها الإشاعة من حيث التعريف هي الأقوال والأخبار التي يتنقلها الناس دون التثبت للإشاعة أنواع كثيرة إشاعة الخوف بإثارة الرعب والقلق في نفوس البشر كحالات الأزمات والحروب بتمس الحقائق وقلب الوقائع الإشاعة الوهمية وعادة ما تكون من دون قصد بدافع التباهي لمحتوى سلبي أو إيجابي أثار الإشاعة في كل الحالات فإن الإشاعة تحمل في طياطها الكثير من الآثار على المجتمعات القبول بالكذب والبهتان إنعدام الثقل متبادلة بين أفراد المجتمع إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فقدان الهيبة والرهبة أمام الأعداء كيف نتعامل مع الإشاعة؟ عدم قبول الأخبار والأقوال دون مصدر عدم إعادة نشر الإشاعة وترددها وتجذبها وختاما نتذكر أن الإشاعة مصدرها خارجي من الأعداء وداخلي من الجهلاء وقبل كل شيء عليك أن تتدبر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاصق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع رجعنا مع حضراتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم الكاتب الصحفي الأستاذ ياسين غلاب نائب رئيس تحليل أهرام المسائي ولازال حوارنا عن مخاطر الشائعات أهلا بك يا فانتبعنا أهلا بك يا فانتبعنا وفي ختم لقاءنا وحوارنا إيه أهم النصائح إيه أهم النقاط اللي تحب حرك تركز عليها وخاصة وإحنا بنتكلم عن دور المواطن المصري في هدم الشائعات وليس إعطاء الفرصة للشائعات إنها تهدم الدولة إحنا قلنا إن الإشعاعات حرب وإن دي حرب باسم بيها حروب العقل أو حروب الإدراك لأنه هدفه مش مجرد الدولة واحدة بالمناسبة هي حرب معسكر كبير عايز يسيطر على كل العالم وتحويله إلى زومبي هدفه إنك أنت ما تعرفش ولو أعرفت ولو أريت ما تفهمش ولو شفت مستندات ما تعرفش المضمونة هرايحة فين ولا جاية منين وبعدين يقول لك جزء من الصورة أو جزء من سياق أو جزء من فيديو حتى الفيديو نفسه يعني الناس يقول لك صدق نصف ما تسمعه وإذنك زمان دلوقتي ما تصدقش نصف ما تسمعه تراه عيناك فده اسمه إن الإنسان يجبع عاطل عن استهلاك المعرفة وإعادة إنتاجها يعني ينم في الخط فيصبح دولة فاشلة إنت عايز يسبب فاشلة؟ تسبت ده إحنا يعني إحنا بنقولك اعرف إنت بنفسك أو حاول تشاركنا في المعرفة يعني إحنا بنقولك يعني مش كدبين إحنا بنقولك لو إحنا كدبين شوفنا إحنا كدبين ولا لا دور بنفسك لأن الإشعاعها مثلا زي حرب العراق وكولم باول ميسيك اللي في إيده وقالك حرب كيموية تخيل كام مليون واحد تقتل في العراق بسبب هذه الإشعاع هي ليست فقط إشعاع هي خدعة ممنهجة هي خطة للخداع ما هو الخطة الخداع أصلها إشعاع أو أصلها كذبة ما الإشعاع وإحنا قلنا كذب فالكذبة أنه عنده أسلحة أسلحة دمر شامل لو هو عايز يثبت أنه فيه أسلحة كيموية وأسلحة جرسومية رح مسك حاجة حد يشافها معا حد يختبرها صحيح إنه هو عمل نفسه بقى القوة الكبيرة فدي اسمها حروب العقول أو حروب الإدراك تؤثر على إدراك الإنسان وتلقيه للأخبار إحنا الإشعاعات دلوقتي بسموهنا أسماء جميلة فيك نيوز أخبار كاذبة فيه آآ أخبار مضللة لا ده فيه أخبار مصنوعة اللي هو بالكامل طب أنا ليه أتعب يعني ليه أخبأ أسير لغيري أنا بنفسي عندي القدرة إن أنا أتثبتها المعلومة ولو ما تثبتش دينيا بيقولك كفى بالمر إسما أن يحدث بكل ما سامع ده الاعتبار إنه لو كلامك قاله صح هو أنت فاضي للحاجات ده عايز تأذي نفسك مش هتأذي نفسك بس يا ريد ده مش أرى أسرتك ده أنت بتأذي مجتمع بالكامل صحيح فرجاء التثبت التريس الكشف عن مصدر المعلومة والرجوع إلى التاريخ والرجوع إلى التاريخ يعني يحمل المعلومة بكاملها بدأت كيف بدأت وكيف انتهت ما إحنا عايزين الناس تكتهد وتشتغل وتتعب بلاش تتعب يعني هي دقائق معينة هنعرف الدنيا راحة فين وجاء منين يعني أمور بسيطة خالص بس كسل الناس المعرفي وكسل الناس العقلي واعتدتهم على إنه يرددوا ما يقال بدون أدنى مجهود هو ده المشكلة التي يجب أن نتخلص منها شكرا جدا كاتب الصحفي الأستاذ يسين غلابنائب رئيس تحلي الأهرام المسائي شرفتني فند أهلا بك يا فند مولانا الشرف كل عام أنتم بخير حريطك طيب وغدا حلقة جديدة شكرا جدا